هنعمل النهاردة بقى التريند العالمي شوكو بايت قلطف وقلز وصفة ممكن تعملوها سهل وسريع ومش هتاخد منكم وقت نهائيا هنحتاج كوباية من اللبن الحليب وهننزل عليهم بربع كوباية من الزيت لده هو اربع معالقة كبيرة من الزيت بطين هننزل وراء البيت معلقة كبيرة كده من الفانيليا وندرج كل حاجة مع بعضها هنفك البيت واللبن الحليب مع بعض وبعد كده هننخل عليهم المواد الجافة هنحتاج كوباية وتلت من الدقيق معلقة كبيرة من البايكينج باودر رشة ملح ونننخلهم بقى نقلب كل حاجة مع بعضها خليط الكيك المفروض يكون قوامه زي ما انتو شايفين كده ساميك شوية مش خفيف نهائيا حاسيتوا انه هو تقيل زيادة زوده معلقتين حليب ولا حاجة حاسيتوا انه هو خفيف زيادة انخله كمان معلقة دقيق واخر حاجة عصرة نص لامونة مش النص لامونة كاملة عصرة كده يعني كام نقطة كده من اللص لامونة وبس كده بقت جاهزة معنا هتستخدموا بقى كيس تلاجة كيس حلواني اللي متوفر عندكم ممكن كيس تلاجة عادي وتستخدموا عادي وتربطوهم فوقه زي الفل بحط فيه الخليط وبزبطوا كده وبقطعوا من تحت قطعة صغننة مش قطعة كبيرة علشان ما ينزلش كمية كبيرة وينزل معانا ايه حبة صغيرة زي ما نشايفين كده نعمل بايتس صغيرة اسمها شوكو بايتس فأطماط يعني او لقيمات طاصة غير لاسقها او طاصة فيها دهنة زيت وعلى نار هدية بتسيبوها الاول تسخن كده شوية وبعد كده تنزلوا بقى بالخليط عليها زي ما انتوا شايفين كده اول ما ينزل بيعمل فقاعات كده من فوق واول ما تبصوا عليه وطلقوا خد لن من تحت تقلبوا الناحية التانية ما بياخدش دقيقة وبياخد لن من تحت وتقلبوا عن نحية التانية خلي بالكم انها بتسخن مع الوقت فكل شوية هدوها شوية علشان ايه ما تاخدش لون زيادة ومش بايتهن زيت ولا حاجة طالما التاسة غير لاسق يعني انا ما دهنتش زيت هنا باستخدم الكيس او كيس حلواني او كيس العادي بحط باع حبة صغيرة حبة صغيرة زي ما انتوا شايفين يا دوبك مسافة ما خلص ارجع اقلبهم بيكونوا خلاص خدوا لون خصوصا لما تقعد وقت على النار وتسخن بتلاقوها ما بتاخدش وقت معاكم هتعمل معاكم كمية كبيرة يعني الماء دي لادتها لكم دي هتعمل اكتر من كمية دي لان اصلا كمية دي نصها التكل رند راحة جاية تاكل فيها بصوا شكلها من تحت كده يعني هي بتاخد لون حلق موحد من الناحية اللي بتنزل عليها والناحية التانية بتاخد لها سعة كده استخدموا بقى شوكولاتة سبريد شوكولاتة لها بالبندق او اي شوكولاتة دهن ممكن تحشوا بقى بمربة مش لازم شوكولاتة عادي عسل تلزقهم في بعض باي حاجة انتوا تحبوها يعني المتوفر واللي تحبوه ممكن تعملوا صوص شوكولاتة اللي في الخلاط وتقلوا شوية ممكن صوص ابيض زي ما انتوا عاوزين حشوها كاسترد حشوها بصوا اوبشنات كتير قوي هي طبعا طعمها حلو قوي بشوكولاتة اللي هي بالبندق ندينهم كده ونلزقهم على بعد نجهز بقى الكوفر الخارجي او اخر حاجة هتحتاجوا شوكولاتة قطع شوكولاتة مطبخ بقى شوكولاتة دارج اللي موجودة عندكم بحط عليها معلقة كبيرة من الزيت وبسيحها في حمام مياه زي ما انتوا شايفين كده حطوا مياه في طاصة وعلى نارها دي سخنها كده وحطوا جواها الطبق طبق طبعا ايه زيز ولا حاجة ومع الحرارة كده اقلب لحد لما تسيح الزيت طبعا بيديها اللمعة اللي انتوا شايفينها دي ومناخد بقى واحدة واحدة معايا معلقة ومعايا شوكة امسكها بالشوكة كده واخد بالمعلقة واسكو فوقيها وارجع اقلبها على الناحية التانية استخدم المعلقة واقلبها وارجعها تاني فوق الشوكة واغطيها من الناحية التانية وانزل الزيادات كويس اغبط كده بصوا نزل الزيادات كويس جدا جدا نمسح اي زيادة ننزلها علشان بس ما نهدرش كده بقت جاهزة معنا لحد لما نخلص الكيمية كلها انا استخدمت تقريبا 200 جرام من الشوكولاتة يعني لوح شوكولاتة اللي هو وزنه 200 جرام او 180 جرام ده لو يعني تبقى منها اساسا وما اتكلتش وانتو شغالين دول حابة لفضلوا معايا بعد كده بقى بتحطوه على ورق زبدة او ورق شفاف بس مدهون دهنة زيت عشان تتشلوها بعد كده بسهولة اوراك زي اللي انتو شايفينه ده بس الورق الزبدة عالفكرة احسن كمان كتير على طول تغطى الصوف الشوكولاتة وتحطوها بقى على حاجة علشان ايه تنزل الزيادات وعلشان تجمد وتمسك نفسها انا سبتها تجمد شوية وبيجي بقى بجيب شوية شوكولاتة كده بحطوهم في الكيس وبعمل عليها الخيوط اللي انتو شايفينها دي وبس دخلها التلاجة تجمد وتمسك نفسها شوية وممكن تاكلوها هي سخنة كده رهيبة كان عندي واحد صاحبتي يعني كانت نص صانية وانا قبل ما احطفت لجنة يعني ما اثبتنيش هامشي بيها كده في امان اللقلق اللي واحد بقى سخنة وهكلها سخنة بدون اللي تبقى واسس شايفينه الطبق ده ولا تبقى بصوا بقى الجميل طبعا لما بتجمد وتمسك نفسها بتبقى من جوة طرية هي بانج هيكي يعتبر ومن برا تبقى اشكالاتة خام كده مسكة نفسها تجنن 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 لانشوبوكس بقى سبوها بقى كده في علبة في التلاجة وتاخدوا منها كل شوية تقديم حلو الديوف الاطفال حلوة والاطفال برضو سن الخمسة وعيشين برضو حلوة عادي شغالة وبس كده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم متسوش تجربوا الوصف وتقولوا اي رأيكم فيها ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاع الفيسبوك هشوفكم ان شاء الله مرة جاية فيديو جديد